طيب هاخد بقى من كلام سيد النائب ونقول الفكرة انها مشيت بهذه الحلول او تقديم يعني مصر بتخته خطواته وكلنا شايفينها سواء الاستراتيجية الوطنية لحوق الانسان شايفين اصلا في الدستور اللي هو المبدأ وان كنا بنتكلم ان احنا بمشيين على المبادئ الخاصة بالدستور انه في مادة بتتكلم انه لازم يبقى فيه مفوضية للتمييز وما الى ذلك النقاش اللي دار ايه اللي حضراتكم خدتوا بالكم منه انه محتاجينه اكثر او يحتاج لملفات او منخشة اكثر انا اعتقد ان احنا لو بدأنا بالاستعققات الدستورية الامور واضحة انه هناك المادة الخامسة بتتحدث عن حقوق الانسان باعتبارها الركن اساسي احد الاركان الرئيسية للنظام السياسي المصري والمادة 53 بتتحدث عن تجريم التمييز وبالتالي جاءت اليوم جلسة حقوق الانسان والتركيز على مسألة تجريم التمييز وانشاء مفوضية المنع التمييز او تجريم التمييز اعتقد انها مسألة في غاية الاهمية بالنسبة لي الاكتمال التزام مصر وبتعهداتها الدولية فيما يخص حقوق الانسان فيما يخص التفعيل الكامل للقوانين والاستحقات التي وردت فيه مثلما اشارت حضرتك للاستراتيجية الوطنية حقوق الانسان ورؤية مصر عشرين تلاتين اليوم شفنا اراء متنوعة فيما يخص المسألة انه كافية التعامل مع قضية التمييز وشفنا انه انه هناك اراء متنوعة انه لو رجعنا لوراها نلاقي ان احنا ليس نقاش جديد لكنه بيعود يمكن زي ما اشار النهاردة يمكن دكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي حول انسان انه هناك قانون كان فيه عرضوا لمجلس القومي في عام 2008 ودلوقتي آن الاوان ان تأخذ هذه القوانين طريقها السيادة النائب طريق ردوان ايضا رئيس لجنة حول انسان اشار الى انه الحكومة رفعت مشروع قانون في فبراير الماضي بشأن مفاوضية منع التمييز او مواجهة التمييز لكن انا شاف انه فيه ثلاث اتجاهات الرئيسية النهاردة خرجنا بيهم اتجاه بيرى انه لابد من تشريع شامل لقصة التمييز وانه يتعامل هذا التشريع مع كل قضايا المتصلة بفكرة انه عدم تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة في المجتمع المصري هناك اتجاه يرى انه الدخول في مسألة انه ظهور المفاوضية باعتبار انه يكون لها زراع قانوني وتستطيع ان تتعامل معها قضايا التمييز المختلفة في المجتمع المصري وهناك اتجاه ثالث بيرى انه لابد من التعامل مع المكون الثقافي هو انه تغيير الثقافة قبل ان نتحدث عن تطبيقات تخص الانشاء المفاوضية